أستاذ سعيد المفرقة أن طهران كما ذكرنا هي رهنة على فوز الرئيس بايدن وسقوط ترامب هي الآن تضع كثير من العراقيل والحواجز الممكنة أمام الرئيس الجديد كيف نفسر ذلك؟ هل هناك شيء من الربط بين الملف النووي الإيراني والانتخابات المقبلة في يونيو حزيران في إيران الانتخابات الرئاسية السؤال مهم جدا أنا في تقديري وهو سؤال بكل تأكيد تتعامل معه هذه الإدارة بجدية لأنها تعي تماما أن الرئيس القادم أو الإدارة الإيرانية المقبلة الحكومة المقبلة ستكون أكثر تشددا فهي تأخذ ذلك بعين الاعتبار وهي تقيم حساباتها وأنا وافق أنها تقيم هذه الحسابات وأننا سنرى ربما تحركا في المدى القصير علينا أن نتذكر أن الدكتور حسن على سبيل المثال يقول أن بايدن استمر بنفس السياسة التي انتهجها السلفة والحقيقة هي أن هذه الإدارة لها فقط أربع أسابيع اليوم لها أربع أسابيع ولديها عشرات مئات ألاف الملفات التي تتعامل معها الحالة الطوارئية قضية انتشار كوفيد وموت ألاف الأمريكيين يوميا قضية وضع خطط وتنفيذها من التوزيع اللقاح وإعطائه للأمريكيين كل هذه قضايا أساسية على الوضع الاقتصادي المتراجع ولكن ذكرت نقطة مهمة جدا أستاذ سعيد بأن هذه الإدارة الأمريكية ربما المقاربة التي ستعتمدها بالعودة إلى الاتفاق تلحظ هذه الفرصة التاريخية الاستفادة من وجود حسن روحاني في السلطة وربما لا يكون في السلطة بعد شهر يونيو حزيران هذا الرجل يمثل الأب الروحي لهذا الاتفاق بكل تأكيد وأنا في تقديري أن هذا عامل مؤثر جدا وسنرى ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة من بين الآن ويونيو عندما تحدث الانتخابات ستحدث قبل ذلك سنرى أن خطوات تتخذ يوم أمس عندما سئلت أنتوني بلينكين على راديو ان بيار عما إذا كان هناك ربما وباحثات في القنوات الخلفية ولم ينكر ذلك لم يقل أننا نفعل ذلك كلما قاله أن الرئيس بايدن كان واضحا والرئيس بايدن كان واضحا هو ضد نهج العقوبات الضغط القصوى كما لقبتها الإدارة السابقة هو مع العودة إلى هذا الاتفاق هناك ربما بعض هناك متسع ضيق للحركة ولكن هناك متسع للتفاوض على بعض القضايا التقنية التي سترضي الإيرانيين وأيضا ستطمئن الولايات المتحدة وحلفائها الذين يضغطون عليها كد تكون أكثر صلابة وأكثر شدة مع إيران هناك ربما حل وسط لهذه القضايا وهي بسيطة جدا كما ذكرت ربما ببند الغروب ربما بالحديث تحت إطار مختلف تماما الحديث عن الصوريخ الباليستية الحديث عن ما تسميها الإدارة الأمريكية وجود الإيراني الخبيث في المنطقة وإلى آخره لكنها قضايا مختلفة تماما هذه الإدارة تعي تماما وعلينا أن نتذكر أن المبعوث لإيران ربما له وشخصية يلم بكافة التفاصيل بكافة هذه التفاصيل ويعي تماما أين يمكن لهذا الاتفاق أن يتقبل تعديلات جديدة وإن من المستحيل أن يكون هناك تعديلات فإذن هذه الإدارة الجدية منذ اللحظة الأولى للعودة إلى هذا الاتفاق لمنع إيران كما يقول الرئيس باستمرار وكما تقول إدارته منع إيران من الحظة على قنبلة نوية نقطة تحت السطر هذا هو الهدف الرئيسي لهذا الرئيس نعم